موسيقى حياكم الله و أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء نقدم لكم من قناة شوف تي بي غادر الملك محمد السادس المغرب بعد ظهر اليوم التلتاء متوجها إلى باماكو في زيارة رسمية لجمهورية مالي المحطة الأولى من الجولة الإفريقية التي ستقوده أيضا إلى كل من الكوديفوار وغينيا كونكاري والغابون ويرافق الملك إلى هذه الزيارة وفد هام يضم كلا على الخصوص مستشاريها الطيب الفاسي الفهري وفؤاد علي الهم كما يضم الوفد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ووزير اقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيزة خنوش ووزير تجهيز والنقل واللوجستيك عزيزة الرباح ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيد العالمي ووزير الصحة الحسين الوردي ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبدالقادر عمارة ووزير السياحة الحسين حداد وكذا يوسف العمراني مكلف بمهمة بالديوان الملكي أظهرت المعطيات التي كشف عنها نجيب بوليف الوزير المنتذب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك إلى أن عدد القتلى بسبب حوادث السير قد تراجع بنسبة 8% وعدد المصابين بجروح خفضه والآخر بنسبة 7% خلال سنة 2013 مقارنة مع السنوات الماضية وأعلن بوليف على هامش ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الثلاثة في الرباط بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية عن مواكبة التوجهات الاستراتيجية للحكومة في مجال السلامة الطرقية وذلك وفق مقاربة شاركية مع مختلف الفاعين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني دوليا قتل نحو 32 عراقيا وجرح عشرات آخرون بتفجيرات جديدة في بغداد والحلة بعد يوم دام قتل فيه نحو 20 شخصا وأصيب زهاء 55 بجروح في تفجيرات متزامنة بينما وصف زعيمة طيارة الصدر مقتدى الصدر حكومة نور المالكي بأنها طاغوت يتطهد المعارضين من الطوائف كافة وقال متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية إن سيارتين مفخختين انفجرت بمنطقة البيع جنوبي بغداد فيما انفجرت سيارة ثالثة في حي الإعلام القريب من حي البيع وبالعودة إلى الشأن الوطني أكد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن حصيلة الموسم الفلاحية الجاري 2013-2014 ستكون مشجعة بالمقارنة مع السنوات الثلاثين الماضية وأشر البلاغ إلى أن نتائج الموسم الفلاحية الجاري تبقى مرهونة أساسا بالظروف المناخية التي ستسود خلال شهرين مارس وأبريل بالتزامن مع نمو وتطور مختلف مراحل الزراعات التي تتواجد بمختلف المناطق وأضاف المصدر أن التساقطات المطرية المسجلة مؤخرا سيكون لها وقع على وطير تطور الزراعات الخريفية بما في ذلك نمو زراعة الحبوب الخريفية في المناطق التي عرفت تأخرا في عملية زرع المذور وتحسن نمو الأشجار المثمرة رياضي أن استدعى الإطار الوطني حسن بن عبيشة 29 لعبا للدخول ضمن القائمة الأولية للمنتخب المغربي الذي سيواجه مطلع شهر مارس القادم المنتخب الغابوني في مباراة ودية على ملعب مراكوشة وعرفت قائمة المنتخب التي ستلعب مباراة تحضيري استعدادا لكأس أفريقي الأمم والتي سيحتضنها المغرب السنة المقبلة عودت عدة لاعبين إلى صفوف الأسود على رأسهم اللاعب مروان الشماخ ونوردين أمرابط وأسامة السعيدي بالإضافة إلى نبيل الزهر لاعب ليفانتيا الإسباني وعادل تارامت لعب الميلان نهاية المجزة في أمان الله اشتركوا في القناة